السؤال سؤال الحلقة ماذا أعمل لكي أخلص أو يعني كيف أحصل على الحياة الأبدية إذا قلنا أن المسيح على الصليب عمل كل العمل وأكمل العمل تتلستاي كل حاجة دفعت فأنا لما أقول أعمل إيه يبقى أنا مش فاهم إزاي المسيح عمل وكمل إن كان المسيح دفع كل الفطورة إن كان المسيح أكمل العمل فليس شيء باقيا لي لكي أعمل ولكن كيف أحصل على الحياة الأبدية أن أقبل ما عمله المسيح على الصليب الكرازة بالإنجيل لا تقول اعمل لتحصل على الحياة الأبدية لكن آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص الكرازة بالإنجيل لا تقول اعمل لتحصل على الحياة الأبدية لكن من يؤمن بالإبن له حياة أبدية عندما أقبل المسيح يدخل المسيح حياتي أعترف بذنوبي وأثامي وأغتسل بدم المسيح أتنقى بدم الحمل عندئذ أحصل على الحياة الأبدية عشان كده إنجيل يوحنى ده اسم إنجيل الحياة الأبدية وإنجيل يوحنى كله يتركز في هذا الطريق من يؤمن بالإبن له حياة أبدية اللي آمن بشخص المسيح له حياة أبدية أنت مش مطلوب منك تعمل أعمال صليحة لكي تحصل على الحياة الأبدية لكن آمن بالمسيح المسلوب والمقام تحصل على الحياة الأبدية في ترميمة شهيرة بتقول كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلة إذ قلت نحو أقبل يا حمل الله الودي فإذن يعني الموضوع كله بالإيمان أنا أؤمن بالرب يسوع المسيح أحصل على الحياة الأبدية وهنا الإيمان يا أسيس نظار مش معناه حاجة غيبية مجرد أنا هذا اللي بدي يعني السؤال اللي بعديه عاوزة استوضحه أنه توضح لنا الفكرة لأننا نتهم أنه خلاص يعني آمن وبعدين أعمل كل حاجة الإيمان معناه تصديق يعني أنا لو عندي مرض خطير ثقة وحضرتك اديتني خبر خبر صار قلت لي على الفكرة فيه دكتور فيه طبيب مشهور جدا يعالج المرض اللي عندك فكوني أني أصدق كلامك وأروح للطبيب وأخضع لفحص الطبيب وأخضع لرشدة الطبيب وأخذ العلاج من الطبيب كل ده يسمى تصديق ثقة كون أن يجيني خبر يقول لي أنت ميت بالزنوب والخطايا ودم يسوع المسيح فقط طهرك ووسيلة الحصول على الحياة الأبدية هي قبول المسيح أني أصدق هذا الخبر وأقبل هذا الخبر ده يسمى الإيمان لكن هذا الإيمان يبدأ ولا ينتهي بداية الإيمان بقبولي لشخص المسيح فتتولت في رغبات جديدة مقدسة إن يعيش حياة البر حياة القداسة حياة الأعمال الصالحة اللي هي نتاك طبيعي لنوال الحياة الأبدي يبقى أنا مش أخدت الخلاص ونمت لأن الحياة الأبدية حياة عاملة مثمرة مش بس مستمرة مثمرة باستمرار الصمر 30 و60 نتغير إلى تلك الصورة عينها المؤمن يبدأ مع المسيح لكن حياته تستمر مع المسيح في نقطة بداية هي بذلة الحياة التي تحدث فيها بالإيمان لكن هذه الحياة تعبر عن نفسها بسلوك طاقوي بحياة طاقوية كما يعيش المسيح كما يعمل المسيح أكون مثل المسيح فإذن الكتاب المقدس يظهر لنا بكل وضوح أنه أنا إنسان ميت إنسان فاسد إنسان هالك إنسان ضايع أبناء الغضب ولكن برضو الكتاب بوجهني للمخلص ليسوع المسيح بوجهني للطريقة أو الوصيلة على كيفية الحصول على الحياة الأبدية وسيلة الحصول للحياة الأبدية هي شخص المسيح الممات والمقام وهذا هو الإنجيل قبول لشخص المسيح موسيقى 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 موسيقى